أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا ترحيب بكم في حفل جواز ومؤتمر رواد التكنولوجيا والابتكار في الرعاية الصحية الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط في مسعى حثيث لبناء منصة تستقبل الأفكار وتعمل على تطبيقها وفق أرفع الممارسات التي تم إعدادها وبكل فخر بأياد إماراتية إنه لمن دواعي سرورنا في الدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي المساهمة في تأسيس هذه المبادرة الوطنية الرائدة في سبيل تشجيع المبتكرين من علماء وأطباء وفنيين ومتخصصين ليس فقط في دولتنا بل العالم أجمع من أجل رفع مساهمة القطاعات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والعمل بشكل مباشر في رفع ترتيب الدولة في مؤشر الابتكار العالمي إن برنامجنا لدعم الابتكار وبراءة الاختراع يتجسد كذلك اليوم بجوائز ومؤتمر رواد التكنولوجيا والابتكار لقطاع الخدمات الصحية التي شارك فيها عدد كبير من المختصين من الدولة وبلاد العالم أجمع لإثراء التكنولوجيا والابتكار في هذا القطاع الحيوي تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة ضمن الاحتفالية بمؤوية الإمارات 2071 وتعزيزاً لمكانة العاصمة أبوظبي مركزاً عالمياً للبحث والابتكار العلمي في مختلف القطاعات يمثل قطاع الرعاية الصحية ركناً أساسياً في اقتصادنا ومن هنا تنعكس مساهمته المباشرة في بناء هذه المنصة المتكاملة حيث سنعمل على خلق الحلول العملية والتطبيقية لهذه الابتكارات مع شركائنا الاستراتيجيين مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية لمواطنينها والمقيمين على أرضنا الطيبة من خلال نقل الابتكارات من مهدها الطبيعي في الجامعات ومراكز البحوث والحاضنات والشركات إلى تطبيقها علمياً وفعلياً على أرض الواقع الحضور الكرام من هنا فإنه من دواعي سروري أن أعلن اليوم أن فريقنا في كل من وزارة الاقتصاد ودائرة الصحة أبو ظبي ودائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي ساهم بشكل فعال في بناء الثقة بين المبتكر والمستثمر حيث ساعدنا في تأمين مبدأي بقيمة 30 مليون درهم تمويلاً لتطبيق هذه الابتكارات ونقلها على أرض الواقع ضمن القطاع الصحي تجسيداً لأهميتها في اقتصادات الدول الساعية للتميز والتي تنعكس في ترتيبها في المؤشرات العالمية ذات الصلاة إن مؤتمر وجوائز اليوم اللبنى الأولى في منظومة منصات شاملة وطموحة لتحقيق رؤية القيادة ولدعم رواد التكنولوجيا والابتكار على مدى السنين المقبلة وفي الختام أود أن أدعو جميع الشركاء على الصعيد المحلي في إمارة أبوظبي وعلى المستوى الاتحادي لدولة الإمارات وعالمياً إلى المساهمة في هذه المنظومة والعمل يدن بيد معاً كفريق واحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا